مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء في قناة مساء الأخبار حيث نوافيكم دائما بكل جديد ومثير في هذه الحلقة نصلط الضوء على أبرز توقعات الفلكية الشهيرة ليلى عبداللطيف التي لطالما لفتت الأنظار بدقتها وإثارتها للجدل فما هي أبرز التنبؤات التي كشفت عنها للمستقبل القريب؟ وهل تحمل لنا مفاجآت سارة أم تحديات جديدة؟ تابعونا لتعرفوا المزيد حلقة التوقعات لمليانة أحداث مثيرة بعض منها هيكون صدمة لبلدان وبعضها هيكون بشاير خير لبلدان تانية في الفترة المتبقية من سنة 2024 والسنة الجديدة 2025 ليلى عبداللطيف قالت في بداية توقعاتها إن العالم العربي هيشهد بعد الموجة الحالية من الحروب والدمار والمعاناة اليوم هيكون في تغييرات كبيرة ونمو اقتصادي ملحوظ مع بداية مرحلة إعادة الإعمار والإزدهار والسلام اللي هتستمر رغم كل مشاهد الحرب وشبح الصراعات والأزمات البداية هتكون من اليمن لحد السودان وشايفة إن السودان رغم كل التصعيد والحروب الداخلية اللي بتحصل فيه هتكون آمنة بفضل الله بعدين هتدخل الجهود المصرية والسعودية والدولية علشان تخلص الحرب الشرسة دي في الفترة الجاية ليلى عبداللطيف قالت إن الجيش السوداني هيكون ليه الكلمة الأخيرة على الأرض علشان يحافظ على الأمن والسلام والحكم الحكومة المدنية في السودان هتكون حكومة مدنية بعيدة عن العسكريين وده هيحصل حتماً كمان بين توقعاتها قالت إنها شايفة إن ثلاث رؤساء من الدول العربية هيخرجوا من المشهد السياسي وهيفقدوا السلطة في بداية أول ثلاثة شهور من 2025 الحدث ده والسقوط ده هيكون صدمة كبيرة لشعوب الدول دي وقالت إن وفاة بعض الشخصيات السياسية المصرية مش هتحصل في بقية سنة 2024 أو في بداية أول شهور 2025 الشخصيات دي البعض منهم خدموا في الساحة المصرية بشكل مؤثر وبارز قالت إن الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة ومن خلالها هنكون شاهدين على أحداث ومفاجآت كبيرة الحرب هتنتشر لبلدان أوروبية وغير أوروبية وهتوصل حتماً وهنشوف إنجلترا والصين هيدخلوا في الحدث ده في الفترة الجاية وهنشوف الصين بتدعم روسيا وهتكون التحالفات العربية الروسية الصينية هم أكبر الرابحين من الحرب دي ومن المتوقع إن أحد الدول العربية هتشارك أو تساهم بشكل مؤثر وبارز وهنشوف أعلام روسية وصور للرئيس الروسي بوتين مرفوعة في الدول العربية دي في الفترة الجاية ومن هنا هنشوف إن القوة العالمية الجديدة هتكون بقيادة روسيا عسكرياً والصين اقتصادياً وأمريكا مش هتظل وقفة من غير تحرك كل الأبواب هتكون مفتوحة في كل الاحتمالات قالت كمان إن المشهد الروسي الأوكراني في الحرب دي هيشهد تغييرات كبيرة في طرق القتال وهنشوف مقاومة أوكرانية شرسة هتخلي الروس يواجه صعوبة كبيرة في السيطرة على الأرض الأوكرانية وشايفة إن ممكن أحد الدول يساعد أوكرانيا في مواجهة روسيا بإنشاء مقاومة أوكرانية تانية وده هيسبب إحراج شديد للرئيس الروسي الحرب دي هتسبب خلافات كبيرة بين بعض الدول الأوروبية وهنشوف توتر كبير في العلاقات لدرجة إنها توصل لحافة التصعيد والمواجهة وروسيا مش هتكون بعيدة عن الحدث ده ليلة عبداللطيف تتوقع تقدم في لبنان للعاملين هناك علشان يخففوا من معاناتهم من الأسعار المرتفعة وقالت دي أخبار كويسة للشعب اللبناني بشكل عام ولأفراد الجيش والقوات الأمنية اللبنانية بشكل خاص وشايفة إن في إشارات إن في قرار بين مجلس الوزراء ومجلس النواب لزيادة الأجور للعاملين في القطاع العام وده هيساعد المواطنين اللبنانيين يحسوا بتخفيف مالي وتحسن في ظروفهم المعيشية في الفترة الجاية العقوبات المالية هتأثر على بعض البنوك اللبنانية وده ممكن يؤدي لانهيار بعضها وإفلاس بعضها التاني وكمان أكتر شركات هتقفل أبوابها بسبب الأزمة دي كمان توقعت إن البحرين هتشهد تغييرات كبيرة في المرحلة الجاية وهتكون تغييرات إيجابية قالت إن منطقة الخليج كلها لو تعاونت مع بعض هتتم اتفاقات سياسية ولو وصلنا لمرحلة القوة العسكرية في بعض الدول العربية زي العراق وسوريا ولبنان وقالت إن المشهد الفلسطيني في المرحلة الجاية هيشهد مصالحة فلسطينية ممكن تساعد في توحيد الصفوف الفلسطينية وتبدأ عصر جديد بعيد عن الانقسامات الداخلية بين الفصائل الفلسطينية وتوقعت كمان إننا هنشوف بداية إعادة إعمار مدينة غزة قريبا جدا الأزمة بين المغرب والجزائر وفرنسا هترجع تاني وهتزيد بشكل غير مسبوق والمغرب هتشهد ثورة وفي إصلاحات واسعة هترافقها تغييرات كبيرة في الحكومة المغربية وفي قوانين جديدة هتفيد الموظفين والعمال في المغرب وفي غيم أسود هيغطي معظم العالم هنواجه حالة من الهلع والهيستيريا والأسلحة النووية هتكون سبب للحدث ده شايفة إن من غير المتوقع هتبدأ ثورة أوروبية عامة ومخجلة وهنشوف موجة احتجاجات شعبية والفوضى والاضطرابات هتعم أغلب الشوارع الأوروبية حدث مفاجئ وخطير هيحصل لأحد الشخصيات البارزة في أحد البلدان في العالم وهيسبب وفاته والنهاية هتكون بإعلان مفاجئ هينتشر على الشاشات والمواقع الإلكترونية وده هيسبب فرحة كبيرة في قلوب شعوب معظم البلدان وده هيتحقق في المراحل الجاية من سنة 2025 هتشوف كمان تفجير في واحدة من السفرات في العالم وده هيشعل موجة من الاستنكار والقلق والحذر في بعض السفرات في كل أنحاء العالم وأكتر السفرات هتكون عربية مش أجنبية هتكون في مشروع مصري كبير وغير مسبوء هيتم الحديث عنه في الفترة الجاية وشايفة إن إسرائيل هتستعد لمواجهة المشروع ده وده هيزيد التوتر بين مصر وإسرائيل وهيكون في أحداث مهمة في الحدود المصرية وفلسطين المحتلة وميناء حيفا في الحدث ده ليلى عبداللطيف تتوقع أن بعض الدول هتواجه انتشار وباء جديد عالمي ومنظمة الصحة العالمية ممكن تعلن عن إجراءات وقائية صارمة الدول العربية هتكون على وشك تغييرات جذرية سواء داخليا أو خارجيا وهنشوف رؤساء بعض الدول العربية بيزور دول تانية في الأشهر الجاية إيران هتواجه تحديات كبيرة وهتكون محط أنظار الإعلام العالمي وفيه حدث بارز ممكن يشغل العالم في الفترة الجاية أما بالنسبة للدول الأوروبية فهتكون في حالة من الفوضى والاضطراب العام وده هيؤدي لانتفاضات شعبية والاضطرابات في الشوارع خصوصا في فرنسا وبعض الدول الأوروبية التانية وفيه تهديدات إرهابية ممكن تحصل في بعض الأماكن بما فيها بعض السفارات العربية والأجنبية وده هيسبب حالة من التوتر والحذر في دول كتير إضافة لذلك العالم هيتعرض لموجات من الهجمات الإلكترونية الخطيرة وهتسجل خسائر كبيرة في بعض الدول خصوصا في المواقع الحكومية والمنشآت الحساسة وهتكون هناك أزمة عالمية تتعلق بالفيروسات والأوبئة الجديدة لكن في نفس الوقت هيكون فيه تطوير لقاحات وأدوية جديدة قادرة على محاربة الأمراض دي التغيرات دي كلها هتكون مؤثرة بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية وهيكون فيه إعادة ترتيب للأولويات السياسية والعسكرية بين الدول الكبرى في الفترة الجاية هنشوف تغييرات كبيرة في العلاقات بين الدول العربية والقوى الكبرى مع تصاعد التوترات وإعادة ترتيب للتحالفات وده هيكون له تأثير على السياسة والاقتصاد في المنطقة العربية من المتوقع أن بعض الدول العربية هتبدأ في اتخاذ خطوات استراتيجية وسياسية جديدة لتغيير أوضاعها الداخلية وتعزيز قوتها الاقتصادية والعسكرية في الشرق الأوسط من المحتمل أن يحدث نوع من الاستقرار النسبي في بعض المناطق بعد سنوات من الصراعات والحروب ليلى عبداللطيف توقعت أن الجهود المشتركة بين بعض الدول العربية هتساعد في تحقيق السلام والتفاهم خصوصا في قضايا إعادة إعمار مناطق متضررة مثل غزة وسوريا ده هيكون فرصة للدول دي لإعادة بناء اقتصادتها وتحسين ظروف الحياة لمواطنيها خاصة مع المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستثمارات القادمة من جهة تانية القضايا الفلسطينية والصراع المستمر مع الاحتلال الإسرائيلي هتظل محط أنظار العالم ولكن مع التغيرات السياسية في بعض الدول العربية يمكن نلاقي توازن جديد في مواقفهم تجاه القضية الفلسطينية والعلاقات مع إسرائيل وده هيسبب تغيرات كبيرة في المستقبل القريب أما بالنسبة للقوى العالمية فالتوترات بين الولايات المتحدة والصين وروسيا هتستمر في التأثير على السياسة العالمية وهنشوف تحالفات جديدة تتشكل خصوصا مع تزايد القوى العسكرية الروسية والاقتصادية الصينية دي هيكون لها تأثيرات مباشرة على العالم العربي وعلى السياسات العالمية المتعلقة بالطاقة والاقتصاد وفيه توقعات بهجمات إلكترونية واسعة النطاق قد تؤثر على الاقتصاد العالمي وأمن الدول وده هيخلي الحكومات والشركات تستعد لمواجهة التهديدات دي خصوصا في ظل ازدياد أهمية التكنولوجيا والاتصالات في حياتنا اليومية المرحلة القادمة هتشهد أيضا موجات جديدة من الاحتجاجات في بعض البلدان الأوروبية مع تزايد الاستياء الشعبي من السياسات الاقتصادية والاجتماعية في بعض الدول مثل فرنسا من المتوقع إن تشهد موجات من الاضطرابات والتظاهرات مما قد يضغط على الحكومات لإجراء إصلاحات أو تعديل سياساتهم بالتالي التوقعات بتشير إلى مرحلة مليئة بالأحداث المتقلبة على مستوى العالم ومن الممكن نشهد تغييرات جذرية في مجالات السياسة، الاقتصاد والأمن في السنوات القادمة في الفترة القادمة يتوقع أن تشهد بعض الدول العربية تغييرات سياسية جذرية حيث قد تطرأ تغييرات على مستوى القيادة في عدة دول مما سيؤثر بشكل كبير على استقرار المنطقة على سبيل المثال، من المتوقع أن تكون هناك تحولات في بعض الحكومات العربية قد تؤدي إلى تغييرات في السياسات الداخلية والخارجية وهذه التغييرات قد تثير الجدل وتخلق توترات في العلاقات بين الدول العربية وبعضها البعض من ناحية أخرى، الاقتصاد العالمي قد يواجه تحديات بسبب الأزمات المستمرة مثل الحروب التجارية وتأثيرات الأوبئة أو التغييرات المناخية قد تزداد التحديات الاقتصادية في بعض الدول ولكن في نفس الوقت هنشوف بعض الدول بتبدأ في استراتيجيات جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي مثل استثمار الأموال في مشاريع بنية تحتية ضخمة أو في مجال التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بالتعاون الدولي من المتوقع أن تزيد القوى الكبرى مثل الصين وروسيا من تدخلاتها في الشؤون الإقليمية والعالمية مما يعني أن هناك تحولات في موازين القوى على الساحة الدولية من المرجح أن تكون هناك تحالفات جديدة بين الدول العربية وروسيا أو الصين حيث ستبحث الدول العربية عن شركاء جدد لدعم أمنها واستقرارها خصوصا في ظل التحديات الجيوسياسية التي قد تواجهها على الصعيد الإقليمي التوترات في بعض الدول مثل العراق وسوريا ولبنان قد تستمر حيث ستظل الأزمات السياسية والاقتصادية تشكل تحديات كبيرة ولكن مع بدء إعادة الإعمار وظهور اتفاقات سياسية بين الأطراف المتنازعة يمكن أن نرى نوعا من الاستقرار النسبي في المستقبل أما بالنسبة للملف الفلسطيني فإن الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي سيظل يشغل حيزا كبيرا من الاهتمام ومن المحتمل أن تكون هناك محاولات جديدة لتحقيق المصالحة الفلسطينية التي قد تساهم في توحيد الصف الفلسطيني مرة أخرى مما يساعد في تعزيز موقفهم أمام المجتمع الدولي كذلك في ظل التوترات العالمية لا يستبعد أن نشهد تحولات غير متوقعة في السياسة الأمريكية مع محاولة إدارة جديدة للتعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية وخاصة التحديات الاقتصادية والصراعات العسكرية في مناطق متعددة من العالم وبالنسبة لأزمة الأمن الإلكتروني من المتوقع أن تتزايد الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية للدول الكبرى مما يؤدي إلى تعطيل أنظمة حساسة وخسائر اقتصادية كبيرة وضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية الرقمية على مستوى الحكومات والشركات